الانتقال إلى الرياض إلى دكتور عبدالله العساف أستاذ الأعلام السياسي أهلا بك دكتور عبدالله هناك الكثير بصراحة قالوا أن جوبا عندما أطلع على الموضوع اليمني كان يغمس من قناة السعودية ومسؤولية السعودية من هذه الحرب ثم عين هذا المبعوث الدولي إلى أن أتت السعودية بمبادرة السلم بصراحة دكتور عبدالله هل هذه المبادرة كانت ردا على واشنطن أم أنه ردا على من يريدون فعلا أن يذهبوا باتجاه السلم الحقيقي في هذا البلد مرحبا بك وبضيوفك ومشاهديك الكرام أنا اعتقادي أنها نابعة من الإرادة السعودية تجاه الأزمة اليمنية منذ نشاتها والسعودية كانت تدفع باتجاه الحلول السياسية أو السلمية حتى قبل وصول إدارة بايدن إلى السلطة في واشنطن ولكن توافقت هذه المرة بعد وصول السيد بايدن إلى رئاسة الولايات المتحدة وأيضا المملكة العربية السعودية لديها جهود ولديها رغبة وهي دولة سلام في إحلال السلام في المنطقة ليست دولة حرب وهذه الحرب كما يعلم الجميع هي حرب الضرورة وفرضت على المنطقة وهي حرب أيضا اكتسبت شرعيتها من القرار الأممي 22-16 وقبل القرار الأممي هي أيضا المادة الحادية والخمسين من مثاق الأمم المتحدة تسمح لبعض الدول الذي يعتدى عليها بأن تستعين بمن تشاء لإخراجها من أزمتها وبالتالي هذه حرب شرعية وحرب ضرورة وليس لأحد الحق التدخل فيها أو الضغط على طرف من الأطراف لإنهاء هذا الصراع لكن السعودية منذ نشاتها وهي تحاول قدر الإمكان الدفع بالحلول السياسية إلى الواجهة لكن كان هناك تعنت حوثي بالواجهة ومن خلف الحوثي إيران هي التي تدفع باتجاه تعقيد الأزمة منذ استوكهولم والكويت وجنيف وسلطنة عمان وغيرها من الأماكن التي عقدت فيها اجتماعات قدر الإمكان لإحلال السلام في المنطقة حتى وصلت أو تبلورت الرؤية السعودية إلى المبادرة السعودية التي لم تعد اليوم في تقدير مبادرة السعودية بل هي أصبحت مبادرة عالمية لأن هناك حصلت على الكثير من الإشادات والنجاحات الدولية سواء من قبل الدول أو المنظمات أو الهيئات دكتور عبدالله في موضوع التوقيت طبعا يعني السعودية كانت أكثر من مرة تعلن أن حتى هذه الحرب هدفها السلام بالنهاية وزدف المفاوضات لكن هناك توقيت أتى بعد أسابيع على خطاب جو بايدا الشهير وكأنه كانت السعودية تستجيب لهذه الرغبة الأمريكية وطبعا هناك كما أشرت دكتور عبدالله هذا التأييد الدولي والعربي الإقليمي أيضا لهذا الشأن لكن هذا كافي كافي أن تقول السعودية أن هناك مبادرة سلم ومع ذلك هذا السلم لا يأتي لأن هناك شريك أساسي يبدو في الحرب والسلم موجود في طهران علينا أن ننظر أولا إلى هذه المبادرة المرحب بها عالميا ومرتكزاتها الرئيسة الثلاث هي على ثلاثة مرتكزات إنساني وعسكري والسياسي هذه المسارات الثلاث هي التي سوف توصل في النهاية إلى حلول سلمية نحن نعرف أن الحوثي لا يملك من قرار من الأمر شيء ليس له قرار حرب أو سلم القرار يأتي من طهران وهنا ينفذ القرار أو يتم الموافقة أو الرفض أو الاعتراض عليه في البداية قالوا أن هذه المبادرة لا تأتي بجديد ثم مرة أخرى قالوا سنفكر وندرس في هذه المبادرة إذا كانت هذه المبادرة لا تأتي بجديد لماذا لم يحرجون السعودية ويقبلوا هذه المبادرة ويطلبوا من السعودية الانتقال للخطوة التالية ليعلموا هل هي تقدم جديد أو لا تقدم جديد أنا في اعتقادي أن هناك من يحاول تصعيد وتأزيم الأمور في اليمن لما هو أبعد من قضية الصراع اليمني هناك محاولة لاستجرار الولايات المتحدة ومن معها إلى طاولة المفاوضات وفق ما تريده طهران وليس وفق ما تريده الولايات المتحدة والدول الخمسة التي تتبع واشنطن إذن هذا الملف الملف اليمني ملف معقد ومركب ومتشابك لديه الكثير من الأبعاد أبعد من قضية الإنسان اليمني وأبعد من قضية بين فصلين يمنيين أو يمني يمني الخلاف كبير جدا وطهران استطاعت أن تلعب بهذا الملف كما تريد هذه الورقة أصبحت بيدها ورقة قوة تفاوض عليها واشنطن وغيرها وبالتالي السبب هو السبب الأمم المتحدة والخمس الكبار الذين صمتوا عن طهران لم ينفذ القرار الأمم 22-16 وفي بنوده أنه تجريم وتحريم إيصال المساعدات العسكرية أو الخبراء إلى الحوثي نحن نعرف الحوثي رجل بداي جدا وبسيط جدا لا يمكن أن يعمل أو يتعامل مع المسيرات ومع الأسلحة النوعية التي تحتاج إلى برمجة وتحتاج إلى إرسال وتحتاج إلى تقنية معينة للتعامل معها هناك خبراء من حزب الله ومن الحرس الإرهابي الإيراني يتعامل مع هذه المسيرات والأسلحة النوعية تفضل